موسيقى ازايك ازايك والنهاردة نعمل على الموشن ده اول كونسفت في اليونيتي الجريدة واللي بتبدأ فيها الفيزيكس من اول النهاردة ايه هو الموشن هنعرفه وهنعرف ازاي بتأثر على الوبجيكت فتعمل موشن ولو مفيش فورس وانواع الفورسس وكل ده خلينا اول حاجة نبدأ بايه هي كلمة موشن او ايه معنى كلمة موشن انا لو عندي اوبجيت وليكن حتى لو بني ادم تمام عم معاطف هنا واقف وبدأ ان هو يتمشى يروح لي السكول بتاعته الصبح فبدأ وهو ماشي بيتمشى السكول اكيد هو بيتحرك مكانه كان مثلا في البيت عنده في الهوم وبدأ ببدأ ان هو ايه يمشي لحد ايه السكول او المدساب بتاعته فاحنا هنلاقي ان مكانه هو هنا كان فبوزيشن معين وليكن نسمي فبوزيشن ده فبوزيشن 1 باكه راح للسكول دي بقى فبوزيشن 2 فهو هو بيتنقل من مكانه ده يروح للمكانه التاني ده كده اسمه موشن اسمه حرقة الموشن عبر عن حرقة الوبجيكت من مكانه لمكان تاني طيب بالانجليش الديفنيشن لا هو بس احنا المهم نعرف ان هو هو صعب بيجاب لنا في بس في الامتحانات ساعات يعني او حسب اسئلة كتاب المعاصر كلمة فكس بوينت بيقول لك ويقوم حاطة كده عند فكس بوينت فاحنا بنكتب كلمة فكس بس طيب ايه مثلا امسيت حاجات اللي ممكن تعمل موشن زي ما احنا نستعلم من شوية ان بيبدأ نوع يتحرك ده كده بيبقى بيعمل موشن طيب اللي بتبدأ ان هي تطير بسعب الايه بسعب الايه بسعب الايه اللي موجود ده برضو بيعمل موشن الموشنز دي بنقدر احنا نشوفها طبع احنا ممكن نشوف البن قدم اهو وبيتحرك طبع ممكن نشوف اللي فس اتري وهي بتتحرك طيب احنا كمان خدنا في مادة السوشياب الكده والدراسات خدنا ان الارث بتاعتنا او الكر كولكب بتاعة كوكب الارض بيعمل حوالين الصن بيبدأ انه يلف حوالين الشمس ده برضو من نوع من انواع الموشن كده لشان الوبشيك يتحرك اهو تمام بيعمل تينج البوزيشن تمام طيب الفيكة بقى ان احنا هل احنا نشوف كوكب الارض اور بيتحرك؟ لا. فاحنا صعب ان احنا ان نشوف كوكب الارض هو بيتحرك فالشان كده احنا الموشن فيه موشن صعب ان احنا نشوفها زي مثلا الروتيشن بطال ايرس او روند ساون طيب وفيه موشن بتبقى ايزي ان احنا نشوفها و سهل ان احنا نشوفها زي مين زي البيرسن اللي بيتحضر او الليفز بتعمل بلوين كده والليفز اللي هي بتطير بسبب الاي بسبب الاي طيب احنا طيب علشان نبدأ ان احنا نحضر اوبجيط من مكانه تفتيكو انا لو حاطت مثلا وليكن موبايل على التربيزة هل موبايلة هيبدأ ان هو يتحرك منه نفسه الون كده بدون اي فورس بدون اي مجود بدون اي حاجة لا هيبدأ في مكانه الا لو انا مسكته وحركته طيب ان انا مسك الحاجة وحركها او انا ازوء حاجة ولان اشد حاجة دي اسمها ايه اسمها فورس طيب ايه هو الفورس الفورس هو اللي انا اعمل بوش او بول لأي اوبجيط عشان نحرق المكان وليكن انا دلوتي واقف هنا تعالوا بينا ان احنا نجيب صفحة بيديه عشان نعرف نشرح عليه انا واقف هنا وعندي بوكس معين او اللي هو كيو بويد كده معين وعوز ابدأ لانا احرقه من مكانه البوكس ده طيب في قوتي ممكن اعملهم اول حاجة تعالوا نجيب بالرحمة كده اللي انا اجي اهم زي البوكس ده ان انا ازوء البوكس في الاتجاه ده اجي من هنا كده ازوء البوكس فالبوكس يبدأ ان هو يتحرك معي كده تمام البوكس او انا بزوء كده بيعمل ايه بيبعد عني تمام طيب يعني move away from you الاوبجيط لما بيبعد عني انا بسمي الفورس او قوة لانا زيب بها دي بسميها pushing force طيب يعني ايه pushing force اني قوة الدفع او قوة الزق كده لانا بزوء حاجة تبعد عني فالحاجة هتقضب ولا تبعد عني لا هتبعد عني بتعمل move away طيب تعاو بينا نغير لون كده ونشرح الكيس التانية تعاو نجيب لون purple كده معنا ونبدأ احنا نشوف طب لو احنا جينا وشدينا الوبجيط ده علينا شدينا الوبجيط دي بنسميها pulling force يعني pulling force قوة السحب اولا احنا بنشد الحاجة علينا احنا تمام قوة الشرق هنا الوبجيط بيتحرك toward me تمام هنا الوبجيط بيتحرك toward you اوكي يعني نحيتك انت فالوبجيط في الحالك هيامل ايه هيمشي نحية الright تمام لما يمشي نحية الright هو كده بيقرب مني فاحنا كده عندنا force صنعين نوع اسمه pushing force ودي لما الحاجة بتبعد عني ونقطني اسمه pulling force ودي لما الحاجة بتقرب مني move away على طول pushing force toward you ده عامل زي الباب الباب عندنا نوعين ننزل كده شوية الباب عندنا نوعين لو احنا عاوزين نفتح الباب فاحنا بنعمل ايه اول حاجة لو احنا عاوزين نفتح الباب بنشد الباب ناحيتنا لو احنا بنشد الباب علينا كده دي بنسميها ايه pulling force في ببان بتحتاجي نحن نسحبها في بقى ببان تانية بتبقى ان هي pushing force only بتفتح ان انت بتزق الباب لجوه فلو انت زقيت الباب لجوه والباب بعد عنك فدي بنسميها ايه بنسميها pushing force اتمنى بس يكون الكلام ايه مفهوم او متشاف عادي جدا نرجع تانية للبوكلب بتاعنا فاحنا قلنا ان الفورس بتبقى نوعين اسمها ايه او ايه يا اما pushing force يا اما ايه يا اما pulling force طيب من غير اي force هل اوبجيك دا يتحرك مكانه يعني هل الباب كان يفتح نفسه او كانت التكاتونة تتحرك مكانها من غير ما انا اصر ايه ب force لا فاحنا من هنا لازم نستنتك حاجة ان علشان يحصل motion ايشان يحصل motion اساسا احنا محتاجين نعمل ايه نعمل force فاحنا او ازقيين object او او ستشدين object هياامل motion طب لو ما فيش force لو no force ما فيش force تفتكك ايه لا يحصل لو ما فيش اي force هال object هيتحرك لا يبقى احنا هيحصل motion ومش يحصل motion طبعا مش هيحصل motion يعني لو ما فيش force no force طب لو فيه force فيه motion ونحن قلنا فورس نوعين Pushing force و Pulling force طيب نرجع ثاني فنحن قلنا انه دلوقتي ممكن نحنا نعمل فورس فيحصل فيه motion مفيش فورس مفيش motion طيب زي مثلا ايه لو انت مثلا قلت تفتح باب طبعا دايك كده هيتفتح الباب عادي جدا فباب يتحرك فانت عملت فورس لو انت قلت مثلا تزوق الحيطة او كده الحيطة تحرك فمفيش motion عشان كده مفيش فورس كافي عندك وفيش قوة كافي عندك انت تزوق الحيطة دي طيب اني يجبان نشوف احنا طبعا قلنا انواع الفورسس اللي هي Pushing force و Pulling force قلنا Pushing لما الوبشيك بيبعد عني move away from you و قلنا Pulling force لما ايه الوبشيكت بيقرب مني تورديو زي ما انا باسحب الشنطة باسحبها عليا بتقرب مني فدي Pulling force او لو انا امسك الشنطة منع طابيزة فدي بتقرب مني فدي طبعا ايه Pulling force طبعا انا افتح الباب لو باب بيتفتح كده ويقرب علي زي ما احنا شايفين كده فاحنا دي هتعتبر ايه Pulling force طيب الكورة هل تفتكوا لما انا بشوت الكورة الكورة بتقرب مني و بتبعد عني بتبعد عني مع ان الحاجة بتبعد عني او move away from you ده معناه ان هو ايه معناه ان الفورس اللي بتقص عليها دي اسمها Pushing force زي لما بنسوق عربية احنا بنسوق عربية بندفع عبية قدام كده فالمفهولة عربية بتبعد عني فلما العربية بتبعد عني دي كده بنسميه Pushing force طبعا تبقى ايه Pushing force فدود كده نوعين Pushing force هنا وده النوعين الايه Pushing force طيب هل احنا لازم يبعندينا 2 example store بس اللي يجوا في امتحان لا طبعا اي حاجة ممكن هو يسألنا في امتحان انا مثلا ام بدأت اللي انا البس شراب اللي هو مثلا ايه اللي انا ان انا البس شراب هل وانا بلبس الشراب بيقضب مني ولا بيبعد عني لا طبعا الشراب لما بيجي لبسه اكيد بيقضب مني لو انا ببعد عني لكن انا بتعطيه بقى الشراب او ببعد عني مش هينفايت لبس فمعنى ان الشراب طبعا اكيد بيقضب مني ده معنى ان هي تبقى Pushing force اكيد تبقى Pushing force فده ممكن يجي لنا نوع من انواع السؤال طيب التقسيمة التانية للforces اللي عندنا حاجة اسمها Balanced force وحاجة اسمها Unbalanced force طبعا نريجة تانية للصفحة بتاعتنا اللي هنا نبدأ نحن نشوف الفورس تاني طيب احنا بس نريجة نحن نقسم كلا بحيث لو حد طاب الPDF برض يبقى فيه نوع ما نوع من الA من النظام برضو في الA في الPDF بتاعنا الفورس عندنا نوعين تاني نوع بيبقى اسمه Balanced force وده بالذات لما بيحصل فيه two forces ده الكيس دي لو فيه two forces اما الكيس تبقى ده في اي force انما لو فيه two forces فيما يبقى Balanced يما يبقى Unbalanced يعني Balanced يعني معناه two forces اللي عندنا دول بيبقى ايه بيبقى قد بعض بيبقى Equal طيب وهنا two forces unequal اسهل لشان بس نعرف ايه نفهم كل كلمة Not Equal يعني معناه ايه مش قد بعض البعض البعض زي ما احنا عملنا الاكتيفتي في كلاس انه هو جينا نجيب بوكلت واحنا جينا نشد احنا الاثنين بوكلت بنفس القوة في opposite direction يعني مثلا انا قاعد باسحب البوكلت to the left وانتي قاعد باسحب البوكلت to the right احنا كان ساعت هالبوكلت يتحرك المكانه لا لو احنا الاثنين بنشد بنفس القوة هنلاقي الوبجيك ما بيتحركش وانتي ممكن تجرب يدرة يمسك الموبايل وحاول ان انت تشدي نحية الشمال وبابا يمسك الموبايل ويشده نحية اليمين او مما برضو تساعدك وتشده نحية اليمين بس براحول انتو اثنين القوة قد بعض تمام في الحالة دي الوبجيكت هتلاقي الموبايل مش بيتحرك مكانه مش هيحصل اي موشن فلو two forces equal مش هيحصل موشن no motion هيحصل تمام طيب لو two forces not equal يعني مثلا مما بتشد اقوم ما انت بتشدي فطبعا هيحصل موشن والوبجيكت تفتكر يتحرك مين هيتحرك نحية الفورس الاكبر يعني اللي عنده قوة اكبر الفورس هتروح له ودي نقطة مهمة ان الفورس طبعا بتبقى هيموف تورد الجيتا فورس اللي عنده فورس اقوى فاحنا هنا قلنا البانست فورس ان هو يكون ما بين two object اللي عندهم two فوق two ما بين الوبجيكت لما بيقصر two equal forces وساعتها مش هيحصل موشن اما البانست فورس بيحصل ما بين two object لما الفورس تبري not equal ومش متساوية ففي الحالة دي هيحصل موش هيحصل حرقة تمام طيب هتحرك نحية مين نحية الاقوى نحية الايه اللي عنده جيتا فورس او فورس ا اكبر تفتكروا مثلا زي اللعبة تشد الحبل او لغة tug of war لشان بس موك الكلمة دي نشوفها كتير tug of war دي لعبة تشد الحبل احنا تمحنا بنشد الحبل تفتكروا ده pushing force او pulling force طبعا نعم واجعة كده بسيطة اسمعها pulling force طبعا مش pushing لان احنا مش بنزق الحبل لا احنا بنشد الحبل بالقربه علينا كده طيب لما هو منا تترد بعض ومنا تترد بعض ده بيشد كده بيشد كده بيشد كده وده كده وده كده لو اريدني عندهم نفس force او كان balanced force هنلاقي ان الحبل بتحركش في مكان هفضل السجد في مكان ده طب لو هنا بقى لو التاتة دول اقوى من الواحد ده ان لو التاتة دول نفتكر النمه التاتة بيشده كده وعندهم قوة اكبر من الواحد ده تمام فاحنا نلاقي هنا حاجة اسمع ايه unbalanced force القواتين مش قدي بعض هتحرك نحية مين هتحرك نحية الثلاثة تمام اوكي طيب الفورسز بقى بتبقى انواع زي ما احنا نسعيلي من شوية انه ممكن لايه حاجة اقوى من حاجة يعني اش معنى تاتة دول اقوى من الواحد هل ممكن يبقى فيه force اقوى من force تانية يعني مثلا بابا اقوى من ماما او انتي مثلا اقوى من اختك ينفع طيب ازاي بقى احنا للموضوع ده عايبقى فيه examples كده من دبنهم example الموتورز او الانجنز تحت الطائرات والموتورسيكل و ككمان الترك و احنا نبدأي نحنا بكمل حاجة اول حاجة ما بين الترك و البلين الترك وهي العبيط بتاعها الشحنة و هي عبيرة النقل و انه هو السحنة المطابع التقصممم او السحنة هو السحنة الفكرة طبعا تفتكري مين هيبقى عنده قوة اكبر او مين هيبقى عنده فورس اكبر الارجر فورس اكيد هيبقى للجات انجين اكيد الطيارة هيبقى عندها فورس اكبر طيب فاحنا هنا معلومة دهان البوكريت كنوت يعني كسايد نوت ممكن نكتبها ان عندنا الجات انجين طبعا بتبقى اقوى بكتير من ايه من الموتور اللي بيبقى موجود في الترك وامثال من دمناها كتير اوي هنلاقي بيقولك ان الكار اكيد عندها فورس اكبر منين من البايسيكل فعندها ايه سبيد اعلى منها وده لما نوصل الى كونسب بتاع السبيد في الريفجن ان شاء الله هنعرف ايه سبيد وليه اسره وهاكذا بس مش هنشغل دماغنا او دهان القار اقوى من البايسيكل والانجين بتاع الطيارة او اللي هو الجات انجين اكيد اقوى من الترك وكده اتراق اقوى من القار وهكذا طيب احنا اول معنا وهو يكون اسمه الشاك ويف ترك ايه الشاك ويف ترك ده نوع من انواع الشاحنات زي ما احنا شايفين هنا شاحنة سباء الشاحنة دي تمام بتبقى هي تصنف كاسرع شاحنة او the fastest truck in the world اسرع شاحنة طب ليه اسرع شاحنة لانها بتمشي 500 كم per hour ده كده صوريتها السبيد بتاعها 500 كم per hour وبرده زي ما انا قلت لسه من شوية لما نشرح اخر كونسب بتاع كونسبت السبيد هنعرف بالتفاصيل ليه هي دي تعتبر بتتقاس بيونيتي الكيلوميتر per hour وليه 500 رقم كبير وهكذا طيب اول حاجة ايه اللي بيخلي الترك اللي عندنا ده بيقدر يمشي 500 كم per hour ايه اللي بيخلي يمشي بالسرعة المهولة دي لو احنا شفنا اي عابية عادية في البيت عندنا او عابية بابا او عابية ماما هنلاينا عندها كده ايه عداد او عندنا مسلا كده ايه شاشة بتاع الايه السبيد بتاعتنا هنلاقي اخيرها دايما ايه تقريبا اي حاجة من الاقام التاتة اللي موجوده قدامنا دي ده اخر العابية دي خالص طيب وانلاقي ان دايما الابريج بابا او ماما بيسوه على كام على 100 كيلومتر per hour الفكرة ان العابية دي او الترك ويف ترك كاسة عشانة في العالم بيقدر ان هي تمشي على 500 كيلومتر per hour طيب ازاي ازاي العابية دي اصلا او الترك دي اصلا قادر يمشي 500 كيلومتر per hour علشان هو مش فيه موتور عادي زي موتور عرية بتاع بابا او ماما لا خالص ده هو فيه سري جات انجين يعني ايه سري جات انجين ولازم الكلمة دي تنفتكيرها كويس جدا لانه بتيجي عليها اسئلة كتير قوي سري ولا تو ولا وان وايه نوع الانجين هل هو جات انجين ولا موتور انجين ولا ترك انجين ولا كار انجين وهكذا فلازم الجملة دي طبعا ايه مهمة جدا طبعا هنكتب جانب يهو طيب هي طبعا فيها سري جات انجين يعني ثلاث مواتين من الطيارة فده اللي بيخلين هو يمشي بسرعة 500 كيلومتر per hour سرعة عالية جدا 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 طيب السرعة دي كي كده تعتبر خمس اضعاف اي ترك تاني اللي عندها موتور اللي عندها موتور عادي زي ما احنا قلنا من شوية ان بابا تبعا نعتبر انه بسوق على 100 كيلومتر per hour والترك ده بيمشي 500 كيلومتر per hour يلا حتة ماس 100 في كم يدي ويدي 500 100 تايمز كم يدي 500 طبعا الاجابة الصحيحة 5 فاحنا بمعنها 5 في 100 تدي 500 فالاجابة انه طبعا المعلومة او الكنسبت اللي احنا مفروض نعرفه ان هو يعتبر خمس مرضات اسرعة او 5 تايمز فاستر زان اي ترك موجود تمام وعلى حسب الترك ده تاني بيمشي على 100 كيلومتر per hour طيب في حاجة بعوزين نبدأ ان احنا نشوفها هنا بقى بالنسبة لي الشوكويف ترك تعالوا نلخص الشوكويف ترك اللي احنا قلناه هنا في الصفحة دي شوكويف ترك اول حاجة اول ما هو ما عندنا انه بيمشي 500 كيلومتر per hour ليه علشان هو في 3 jet engine طيب نرسم كده نحاول نحن نرسم ترك بس سيبكم من الرسم يعني يعني واحدة واحدة هنحاول نحن نرسم ترك موجودة اهو تمام الترك اللي عندنا هنا وهو مش على الطريق تمام اول حاجة العربية بتمشي تقدام كده احنا بندوس على البنزين في عربية بتحرك نفسها قدام ولا في حد بيبقى واقف قدام وبيشد العربية لأ طبعا ما حاجة بيبقى واقف قدام وبيشد عربية دي العربية هي اللي بتزق نفسها تطلق قدام طيب لما العربية او الترك اللي قدامنا ده اللي هو الشوكويف ترك بيزق النفس ويطلق قدام تفتلكوا الفورس دي ايه طبعا الفورس دي يبقى بوشنج فورس بحاول انا اجيب كل كلمة طبعا قلناها واحنا احنا نرى نستغراف اكتر من حتى ونقول برضو الأسئلة واحنا ماشيين كده بحيث ان احنا يبقى عندها دلائج كاملة بالموضوع طيب فده كده يعتبر بوشنج فورس فاحنا عندنا لو احنا عندها سيئين هنا وماشيين لقدام فعبيه بتزق نفسها دي تطلق بوشنج فورس طيب مين بيعمل بوشنج فورس او مين بيطلق لفورس اللي بيتزق بيدي طبعا اللي سري جات انجل موجودين في دي بتمشي بصورة 500 كيلومتر اول يعني برشيا بصورة عالية جدا 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 تفتكوا انا دلوقتي علشان اوقف اوعمل ستوب للكور دي هوقفها عالي جدا كده ببريكز زي العبية او بفرامل زي العبية العادية بتاعتنا اكيد لا مش عارف لان اوقف دي بالفرامل بتاعت العبية العادية طيب اح ممكن نوقفها ازاي بقى العربية لي بيبقى فيها علشان تعمل او اول حاجة شان تعمل زي ما احنا قلنا فبتاني موف بايه بالسري جات انجلز فبيحصل بوشينج فورس اش انت تحرك طيب الاشنا اعمل ستوب اوزا في الكورل او الشوك ويف ترك ده اوقفه ازاي البريكز راحنا مش كفاية بعمل اي بقى انا العبية دي او مهندسين يعني اللي عاملوا العبية دي حاطوا فيها ايه حاطوا فيها سري باراشوت ايه الباراشوت دي اول زي الباراشوت العادي اللي هو موجود هنا في السوادي الباراشوت ده موجود بيعمل ايه موجود في ورعه بيسحب عبية الورى بيشد العبية الورى عشان يبدأ ايه يبدأ ايا الوزفة انه يبطأ من الفترة او يعمل ستوب او يعمل ايه هو يشد علي بشد الترك اني البراشده بيشد الترك عليه دي تطبق بوشنج فورس أو بوشنج فورس هو بشد عليه بشد هو توردي و دي اسمه بوشنج فورس اوكي , البراشده فيه كام فيه سري بارشود في الشوك وفترق زي ما فيه سري انجينز فيه سري بارشود فاش ما زلت لقبطش الشوك وفترق بيمشي بقام 500 فيه ليه علشان فيه سري انجينز طب يوفر ازاي فيه سي بارشنز يعني طويب مش كل بيوقف انجين ولكن احنا اعتبرها كده ان احنا ايه عنده سي انجينز يا بس سي بارشنز عشان بس ايه منطلق بطش وقادي الشوك ويف ترك ولا تفصرها واحد لو حدها وزي من السكين شوت منها طويب اوكي نبدأ نحن نرجع تاني للبوكليب بتاعنا فاحنا هجدل الوقت يعرفنا ازاي ان بيبدأ ان هو يتحرك بيعرفنا زي نوي درامستو طيب هل تفتكر ايه الممكن نحن طبعا الذي احنا قايلينه في اول الحس عندنا هنا ان الائير يمكن يعمل موب منت لمن ليه لللبس Sochi وقلنا هنا الى Nice Come move Musks او ممكن يعم زي ان الائير يمكن موبينغ ليه ليه最近ouنة لازي نحن اخدنا انجح سياره في العالم اسا سيارة في العالم اللوه قاسر annium تعب بنا اللي هي افشل عبية في العالم او اللي هي اكتر عبية بطيئة في العالم دي كانت في البداية خالص او دي من الزمن كبير جدا كده كان فيه فكرة ان هو مش احنا عندنا الاير بدل ان هو يعمل موشن طب احنا ممكن نستخدم الاير ده ان احنا بيه موشن طب ازاي بقى ان احنا نجيب كار ونحط عليه فاير اكسينيوشور اللي هي طفية الحريق دي كده اللي هي طفية الحريق دي موجودة في الصورة هنا كده ازاي ان انا بستخدم طفية الحريق دي في ان انا اجيب او امماشي SB yog and دلوقتي عندنا الكارو دي موجودة عربية وحاطين من ورى هنا طفوايات حريق فكت عبية ومسمى عبية قالك انا جيب طفوايات حريق فاطلى هوى الورى كده تمام فبتعمل بشنج لهوا الورى فهرو ابدا ان ان تتحرك ايه لقدام ان هو بيطلى الهوا باكورد تمام فبتتحرك ايه فورورد يعني هو بيتحرك لقدام فورورد في حين ان الهوا بيطلع ايه بيتلع باكورد فبيزوق اللقدام زي ما احنا بنجيب مروحة كده ولو المروحة دي فيها عجل او حاجة ودورتي حتى نرى فش الحيطة ان لان المروحة تطلعت هوا خبطته في الحيطة في المروحة بدأت الانية تتحرك تمام طيب نفسي حكاية هنا قال لك احنا نجيب ايه نجيب طفاية حريق او fire extension ونحط في عبية من وراء واو ما نفتح fire extension في طفاية الحريق فيطلع منها الهوا بيطلع منها الاير فالعبية بدأت الانية تتحرك وده فعلا حصل ونجحت العبية في ان هي تحط طفاية الحريق بدأت ان عبية تتحرك ولكن لان العبية بطير جدا 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 مختار عبية قال لك اه يعني مثلا العبية دي او ما حطينا فيها طفاية الحريق واحدة مشيت وسافة وليكن 10 متر انا ممكن مشيه هنا اساسا في 5 ساكند لان ان هي بتمشي 10 متر دول في ايه في 10 مينتز اخذ 10 دقيق تمام طبعا الوقت كبير جدا قال لك اه دوان fire extension صح دي طفاية حريق واحد طب لو انا جبت اتنين fire extension ايه اللي ممكن يحصل لقينا ان هي تاخد العشة متر في 7 مينت قال لك باس هي كده تحلت انا افضل ازود في fire extension 1 ازود في fire extension 1 2 3 ودام لبقى في ازايز او دام لبقى في fire extension 1 2 3 4 وفعلا احنا لاحظنا ان نما ان احنا بنزود او بنعم انكيز number of fire extension الاير اللي هيطلع هيبقى واحد لا طبعا الاير هيطلع يبقى ازياد طبعا عشان يطلع بدلا من واحد يطلع من ثلاثة فطبعا ان هو هيعمل اير ازياد او يطلع اير ازياد فهو هيدي يتحرك بسرعة ايه اعلى القدام لما يتحرك بسرعة او ان احنا ننكيز سبيد اكيد هيمشي ايه ديستانس اكبر هيمشي طبعا هو ماشي بسرعة عالية اكيد هايف يمشي ايه مسافة كبيرة فاحنا نراحظنا ان احنا كلها بنزود عرض ال fire extension بنلاقي ان الهوا اللي بيطلع منها اكتر فبنلاقي ان ال speed بتاع الكار علي فبنلاقي ان ال distance مشيتها اكتر يعني احنا ممكن نلخصها ازاي ان دلوقتي في الهوا الكار دي نحنا لما احنا بننكيز انكريز الفاير اكستنوشو بيحصل ايه لما بنزود الفاير اكستنوشو تمام الاير ريليزد بيانكريز تمام طيب يعني ايه اللي اتعاننا اسمها كده تمام ولكن هي دي الكار وعطينا هنا الفاير اكستنوشو الواحد فتلع مسلا ولكن تلعوا مسلا وليكن 10 متر منها طيب باي كده لما زودنا احنا تاني كمان معها فتلع 20 تمام فبدل ما كان بيطلع 10 بديه تلعى 20 فالاير ريليز او الاير اللي هيطلع هيبقى ازياد هيانكريز فاحنا من هنا نبدأ ان احنا نلاحظ ايه ان لهو طلع ايه الاكتر هو مشي الادام مسافة اطول مسافة اطول طب ليه لانه صوته اصلا زايت الاسبيد هيانكريز طب لما الاسبيد انكريز لما صوته يتبع عليه تمام على ما دول يخلصوا حابقى اكون مشيت ايه longer distance يبقى انا عملت move لlonger distance او ساعتمون كيجبها ان الديستنس هي ايه هيانكريز فاحنا عرفنا بنزول فالايري ريز تانكريز الاسبيد انكريز الاسبيد انكريز طيب لو هو غير غير مساحا وخلاها بدلا ما احنا بنزول فالايري اكسنجو نحنا بنقلل انه لو هو مساحا جال لنا ان احنا نعمل ديكريز للفال اكسنجو يبقى ايه ريليز هيقل هيعمل ديكريز طيب يبقى الاسبيد هتديكريز يبقى الديستنس مش هيمشي longer distance هيمشي ايه ايه الديستنس هالديكريز او احنا نسميه ايه shorter distance اوكي ده كده يا طبعا كانت كار دي ونرجع تاني معنا باللون الاسرق نجيب البلو طيب في حاجة بقى دلوقتي عاوزين نلاحظ معلحوظة مهمة جدا احنا طبعا عايف انا بشح اكتب من one lesson في الفيديو الواحد وده لشان ده طبعا نعمل انواع revision كاكي احنا اخدنا السيشنس دي بالتفصيل في الكلاص فلشان كاكي احنا نحاول ان احنا نعم revision كله مع بعض واحد واحد احنا لاحظنا حاك لما احنا عندنا بول بيطلع انا مساء نواقف اهو تمام وكان فيدي بول معين او كان فيدي كورة تمام او تعالوا نغير لونها كده ونخليها احمر تمام انا مسك كورة حامة ورمتها لفوق تمام المفور الكورة بقت في المكان كان فوق هنا في السحاب او في الهوى يعني في الاير يعني في اي مكان الفيديو كبير نحنا لاحظنا ايه اللي بيحصل ان الكورة بتفضلش فوق لا ده لان ايه بقى اللي بيحصل لان الكورة بتنزل تاني طوع الارض طوع الارس موقتش في ايدي لا ده وقت على الارس طب ليه تفتكوا ليه بقى انا لما جيت اول حاجة لانا سوق الاول انا قرمي الكورة في الهوى انا كده الكورة بعدت عني ولا قربت مني طيب الكورة كده موفت اوي فروم يو الكورة بعدت عني فدي انا بسميه ايه بسميها بوشنج فورس يعني الكورة كده ايه بتقرب للأرض صح فدي هنتسميها Pauling Force عائش نط really move together through earth لا احنا عنقول يعني l-force دي موجود دmem الارث تمام او اللي هو اللي بيشدده ده الارث نفسه فدي بتاع طبعه اسمه بولنج فورس طب انا كنت عاوز اقول ايه بقى البولنج فورس او الارث تسحبه ده يسمى ايه او ليه تكون اصلا بتوعه طبعا ده بيحصل عشان فيه حاجة اسمه جرافتي ايه الجرافتي وهي الجاذبية الجاذبية والجرافتي هي تطبع بولنج فورس زي ما احنا قلنا دلوقتي هو بتشد الحاجة بتشدها نحية مين نحية الارث ليه لان الجرافتي او الجاذبية ما كانها الاساسي فين the center of earth فما كانها اساسي في ايه في ال center بتاع الارث او في في مركز الارض فالبولنج فورس دي هتبقى نحيتها ايه لنحية الارث center او اللو المركز بتاع الارض فاحنا دلوقتي لو احنا جاي نرمي كرة تانية من الاول الفوق لو احنا جاي نرمي كرة الفوق هنلاقي ايه اللي بيحصل هنلاقي ان الكرة بتطلع الفوق عادي جدا 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 لان احنا زقناها وديناها ايه بوشنج فورس كبيرة تطلع بيها طيب باكنا نلاقي كرة بدأت انها توقع تاني ما فضلتش فوق ده بسبب ايه بسبب ايه بسبب الجرافتي او الجاذبية طيب ايه هي الجاذبية اصلا الجاذبية هو عبارة عن قوة بتشد الحاجة نحيطها طيب لما هي بتشد حاجة نحيطها اسميها بوشنج فورس وحيطة دي لازم نخلي بالنا منها كويس جدا لان دي اساسا الجلمة دي بتيجي كتير قوي 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 في الامتحانات بتبقى بالذات الكلمة بتتغير بالنوة ايه بتشد كلمة بول وتتحط مكانها بوش طيب الاجابة دي غلط او انه بيسيبها لك مكانها فاطي هنا فانت بتبدأ ان انت ايه تقول ايه هي الكلمة دي فتبقى طبعا ايه بوشنج فورس ده فاني الارض هي بتشد الابجيك نحيطها فتبقى بتشد الابجيك نحيطها والابجيك هيبول تورد زي سنتر او اللي هو مركز الجاذبية او مركز الارض طبعا الجاذبية موجودة في مركز الارض فهنلاقي ان طبعا دي بتتسمى بولينج فورس او بنعمة بول الابجيك توورد زي ايرس سنتر طبعا فذيكا كانت نورتة الجرافيدي في حاجة بقى ندخل عليها دلوقتي اسمها الفريكشن فورس ودي بصراحة فعلا من النقاط اللي هي فعلا تعتبر صعبة على جيد فورد بس هو ده المنه الجريد اللي معه من الاسف طبعا الفريكشن فورس دي بتتاخد في سنوي اولى سنوي ويصعب كمان بتبقى او مهملة في اولى سنوي كمان في المسائل عشان ما تعقدش ايه التربة اكتر بس تعالوا باندرون ناخد ايه فكرة عنها هنا في المنهج ده طيب ايه الفريكشن فورس انا دلوقتي لو انا عندي ابجيك تعالوا بيان نرشح الفريكشن فورس هنا عندنا في الايه في الواي بورده تعالى الفريكشن فورس بكل بساطة طبعا نجيب سيرفوس كده هنقول ان السيرفوس ده سموز تمام زي لوح ازاز مسلا ونجيب سيرفوس تاني السيرفوس ديبقى ايه هاي بقرف ان اعمل كده طيب وانا عندي كورة تمام عندي كورتين نفس الكورتين سيم بول سيم ماس سيم كل الحاج دي اد دي وان اد وان هي هي نفس الكور وزقتها هنا بوان بفورس وهنا بفورس اد بعض يعني الفورس الى زئب هنا اد الفورس الى زئب هنا تمام تفتكروا لما انا اجيب كورة واحرك على سطح ناعم زي ازاز او مكتب او كده هتمشي مسافة دي هنلاقي ان ايه مشيت مسافة الحد هنا وجات وقفت طيب لما احنا سفير ساعد stranded نفس الكوره دي تمام على رملة تمام هتمشي مسافة دي هستمشي مسافة صغيرة جدن واتوقف طيب ده بسعب ايه بقى اول حاجه اسمها الفريكشن فورس الفريكشن فورس دي به دي صلت تسمى قوة الاحتكاك دي بتحصل ما بين الاوبجكت والسيفس اللي هو ليس علي الاوبجكت والسيفس اللي هو ليس علي بيبقى دائم ان فيه قوت احتكاك قوة الاحتكاك دي اللي هو بتبقى ايه البيل عاوز يتحرك ناحية الريت فيبقى لا فيه فريكشن فورس من السيرفوس كده بتقول له لا 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 ارجع تاني ارجع تاني ناحية الليفت تبقى طبعا فريكشن فورس موجودة فين في اوبوزيت دايركشن تمام يعني اوبوزيت دايركشن يعني هو لو ماشي توزي لايت فتلاقي فريكشن فورس بدلت ان هو ايه بتحاول انه تترجع ايه توزي لايت ثم هو بتحرك توزي لايت بتحاول ان ايه ترجع او توزي لافت تاني فلشان كده بنقول ان دا كده يتعبوا الابوزيت نرجع تاني بقى كده ليه الفريكشن فورس هنا في البوكت الفريكشن فورس بنقول ان هو الفورس بتعمل اوبوزيت دا الموشن بتاع الابشيك لو الابشيك مسا عندي بان هو بيتحرك كده تمام وانا جيت اللي هو حاولتها زرق العربية مثلا هو ايه مفروضة عربية تحرك كده بس الطريق نفسه الطريق نخليها الطريق او loss surface نفسه تعم بيبدأ ان هو يخلى عبير بترجع الورق او ما بتتقدمش القدام بتحاول يعني بقوة ما انه بتدفع عبير انه ترجع الورق وما تطلعش القدام طيب فدلت طبعا احنا بنسمي ايه بنسميه الفريكشن فورس الكار طبعا بيتحرك بالبوشن فورس زي ما احنا قلنا وبندوس على البدل لشان طبعا الايه من يفيد او ما يشي اوكي طيب ليه بقى واحد او احنا بس هو هنا النوت اللي هو بيشحرنا ايه انها طبعا ايه الجاس بدل ده الجاس بدل وهو ده وسط البنزينة والهوه البدل بقتها البنزين ده نحن ندوس عليه بريك لينا لما بندوس عليه طول ما احنا بنبدأ نحن ندوس على البدل السعادة بتزيد اني لو احنا بنبس البدل بنعاني السبيد ايه السبيد طيب الفتكة بقى لما احنا بنشر رجلة من عدى وسط البنزين لما احنا بنشر رجلة من عدى وسط البنزين السعادة هتقل طب ليه لسعب اني السورفوس او اللي هو السطح نفس الواحد بنمشين عليه الاسفل تمام؟ بيبقى عنده فريكشن فورس كبيرة جدا فبيحاول انه يعمل opposite او للموش متى الوبجيكت تمام؟ فحلا ان الوبجيكت بدل انه يمشي مسافة ويقف نفسها بايه؟ بسعب الفريكشن فورس طب تفتكوا لو الطريقة الناعمة مفقوش اي مثلا لغبطة او كده الفريكشن فورس بتقل طول ما احنا ماشينا على سموز سورفوس بنلاقي ان الفريكشن فورس هنا الفريكشن فورس بتبقى قليلة هنا الفريكشن فورس تبقى عالية لما فريكشن فورس بتبقى قليلة هو ماشي مسافة كبيرة ومسافة صغيرة طبعا بيبقى يمشي distance كبيرة اما لو فريكشن فورس كبيرة زي السطح بتاع الرف اللي هنا ده بيلاقي ان ال distance لو ماشيها ما لها ال distance تبقى صغيرة طيب طبعا احنا عارفين ان الفريكشن فورس تبدأ opposite direction للموشن طيب نرجع بقى نشرح الحتة اللاونشنج في الجزء الجديد بتاعنا على البورد احنا رطي وخلصنا الجرافتي وخلصنا الفورس وعاوزين نبدأ نحنا نتكلم شوية عن مين نتكلم شوية عن الساتريت اوكي ازين احنا بنتطلع الساتريت للسامة او ان احنا اول هيمطل الروكت الروكت او ستريت احنا بيبقى عندنا بيبقى ليه ثلاث مراحل بيبقى ليه ثلاث مراحل ستاج وحنا الارض before launching وهو لسه الارض قبل الانطلاق ستاج تاني during launching او هو بينطلق وستاج اخيره هو فين في ال space نرسم الاول الروكت بتاعنا والصروق بتاعنا بس يعني واحدة واحدة بس لا نعرفش نرسم قوي اوكي فده مثلا يعتبر ايه الروكت بتاعنا كده اوكي وده مثلا بيطلع ايه fire من تحت من هنا الابشيكت وهو موجود على ال air surface كده واعاوز يطلع اليمين لل space او للفضاء لاونشيك معنى الانطلاق بتاع السروق هو بيبقى وزيطلع للفضاء بيبقى طبعا بيطلع بايه ببوشنج فورس بيطلع بفورس كده احنا بنتسمع ايه بوشنج فورس طيب دلوقتي مش يعطبع الجرافتي برضو متقصر عليك ولا متقصرش عليك طبعا زي ماهو بيطلع ببوشنج فورس في بولنج فورس ناحية الرد البولنج فورس دي بتتعتبر اسمع ايه اسمع الجرافتي قبل ما بيعمل البوشنج فورس بتبع ايه للبولينج فورس انى التني فورس انى البوشنج فورس لو ايطلع بالفوق والبونج فورس ينزد بيل تحت التوفي foundation اني انو ما يعتبر احنا بنتسمعها balanced فورس وإحنا فكين لماذا كان بيحصل فيا موشن موشن بانس فورس بانس فورس يبقى نوموش فنرجع هنا ثاني دلوقتي عندنا يبقى عندنا ايه البانس فورس في يحصل ايه نوموش فمش هيتحاربك طيب ساعة لشان ده اللي بيخليه يسابط على الأرض ساعة انطلاق او ديونج لاونشنج التو فورسس نوت ايكوال يعني قوتي مش قد بعض طيب السرخ بيطلع لفوق ولا بينزل لتحت الأرض طيب بيطلع لفوق ده معناه ان كده البوشنج فورس اكبر فاشان كده بيضاحت ايه نحية البوشنج فورس لهم التو فورسس نوت ايكوال بنسمي الموضوضة انبالانسد فورس طيب الانبالانس فورس بيحصل موشن اه بيحصل موشن طيب بيجع طبعا بيحصل موشن فبيطلع في الاسبيس طيب احنا من شوية اما جان نتكلم عن الجرافتي قلنا الجرافتي موجودة فين قلنا الجرافتي اللي موجودة في السنتر اوف ايرس يعني جوه الاسبيس في الفضاء هل هلاقي جرافتي اول حاجة ولا بلاقي ايه ولا بلاقي فريكشن فورس ولا بلاقي جرافتي طيب لما نبليش ولا حاجة من دي احنا دواتي ممكن استفاد بها ازاي او احنا ممكن استفاد ازاي لو في شتات حاجات دول الراكت اللي معنا ده اصلا احنا مطلعينه ليه علشان جواه الساتيرايت ان الجواه كده يعتبر جهاز كده الساتيرايت الساتيرايت ده احنا بنطلعه تمام في الاسبيس بيتسعب ليه ما نسيبوش طيب هنا في الهوا بدا من نسيبو في الاسبيس لو احنا سيبنا الساتيرايت هنا متشارق في الهوا تفتكو مش هيقع طبعا هيقع في جرافتي فالجرافتي تبدأ نيتشنت الساتيرايت للارض هيقع انما في الاسبيس في الفضاء مفيش اير مفيش فريكشن فورس مفيش جرافتي فو طلعت الروكت ايه لا يحصل له هيفضل متعلق في الهوا تمام طيب ممكن نشوفها هنا برضو على الرسم الساتيرايت طبعا هنا هيفضل ايه بتعلق في الهوا يعني الساتيرايت بيحصله ريليز فيفضل متعلق برضو ايه في الهوا بنعمل ريليز للساتيرايت طيب هتفتكو بقى لو كان في جرافتي هناك في الاسبيس كممكن نعمل حاجة زي كده لا طبعا كنا نحاول ان احنا نلاقي ايه حل بديل another solution طيب نبدأ ان احنا نركه تاني للبوكلب تانا ونكمل اخر جزء معنا في الحصة تاعت النهاردة احنا للوقتي لو انا دلوقتي اعاوز ان انا ازوق او انا افضل ازوق في حاجة تمام او ازوق الموس مكان او ازوق قلبة ازوق مثلا او افتح في الباب او اقفل في الباب او اعمل اي مجهود زي مجهود مثلا بعملوه دلوقتي تمام اذا امسك الألم وقعب بكتب بي تمام ده انا كده بعمل فورس طيب الفورس دي انا بعمل قوة لشان كده الالم يتحرك هل الالم كان يتحرك بدون فورس احنا نسا من شوية قالين ايه لو ما فيش فورس يبقى ما فيش موشن طبعا انا بعمل قوة معينة ببزق مني بعمل قوة معينة او بزوق الالم او بحرك الالم فان بيتحرك بدون موشن انا دي قوة بتأسر الالم فبتخلي يتحرك طيب القوة دي انا بقدر اعملها على طول يعني ممكن افضل احرك في الم كتير جدا وما ومتعبش لا طبعا هتعب ليه طيب ليه لما بقعد اعمل مسلا اعمل فورس كتيرة وفده مسلا زوء عبير فطر كبير وانا شد حاج الوقت الكبير ليه بتعب لان احنا كهيومنز عندنا حاجة اسمها انرجي وانفر بالتفصيل في الفيديو الجاي ايه هي الانرجي او الطاقة بتعطيق هي القدرة لانا اعمل شغل معين او لانا اعمل تغييفة طيب الانرجي معنى اللي هي القدرة لانا اعمل شغل معين او لانا اطلع فورس معين تمام يعني لانا كل ما مسلا اجا اعمل اي فورس انا بحتاج مين انا بحتاج انرجي يعني من غير انرجي هالعاف اعمل الفورس مش هالعاف الفورس فالانرجي اساس اللي انا اعمل ايه اللي انا اعمل فورس طيب من هنا نزل ان احنا نبدأ نفكر في حاجة انا قاعد ببذل انرجي عماها بطالة دلوقتي لي او لي انا قاعد ببذل في طاقة او انا بحرق الطاقة البطالة دلوقتي لي ودعم الفورس واستهلك انرجي لاحنا اي استهلاك للانرجي او اي بزل للطاقة تمام ده يعتبر اي كونسيوم الانرجي او تنصفير الانرجي بيبقى اسمورك انا للوقت بعمل شغل فلشان كده ببزل طاقة وبحرك الالم فبعمل فورس بتقصر الالم طرف الالم بيتحرك فذاتي انا محتاج انرجي تمام الانرجي دي بتخليني اقدر اعمل فورس فبقدر اعمل ايه اقدر عامل مش ان الانرجي طبعا بتبدأ ان هي تحصل لها كونسيوم دي العملية دي بنسميها ايه بنسمي العملية دي بقى العملية الكبيرة ان هو ايه الشغل او الورك طيب زي ما احنا قلنا من شوية ان لو فيه فورس الوبجيكت هتحرك ففيه وورك لو مفيش فورس الوبجيكت مش هتحرك فما فيه شورل طيب فهنا عادران فورس لما بتتنقل يعني بتبقى رابرة عن الفورس بتبقى رابرة عن ايه بتبقى رابرة عن نقل الطاقة يعني اني انinery اني علشان عامل فورس بحتاج لنا انقل الطاقة ولانا بستهلك الطاقة موضوع للطاقة مش already up force لانηνلاقي عليه قوي دلوقتي لاناankun عشان لسه تشارع في الكونسيوم الجايدي على طول بتاع Martin is a ο تمام فعالفورس اللي انا بحتاج ابزل طاقة ولما بابزل الطاقة دي تمام بابقى اعملت اي شغل طيب اخر حاجة خاصة نختم بها الفيديو بتاع النهاردة وهو لما اجي احلف حاجة بقوة كبيرة وحاجة بقوة ضعيفة طيب الهابوش يعني معناه انا بحلف الحاجة جامد يعني انا بزوق الحاجة ايه جامد يعني اما مسكت ابجك تمام وامت واخد على يعني مسلا ايه واقف كده ومسك الابجك وعلى طول دلائر قمت جيه طرق طرق في الهوى قمت حدفه هيمشي مسافة بعيدة جدا ليه لان انا اعملت هارد بوش تمام يعني امت جايزة ايه بقوة جامدة جدا فهيتحرك ايه مسافة كبيرة وزي الاجتفة اللي احنا عملناها لما رمينا الالام بتاع البورد طب ايه جانت البوش جانت البوش يعني معناه بوش خفيفة جدا يعني كهيومي نواقف كده تمام واخدت الابجك كده ومتعمله ايه خد قوة تمام فايمشي ايه مسافة صغر نانا خالص فالمسافة الصغرية دي احنا كده بنبتغطة ديستانس قلش ان الفورس ايه صغيرة فكل ما احنا من هنا نستهد ان نستنتج ايه ان الفورس كل ما بتكبر ايه اللي بيكبر الديستانس اللي بيمشي فيها بتكبر يبقى الديستانس بتزيد لما الفورس بتزيد يعني انا لو حدفت قلم بالقوة جامدة هيتحرك مسافة كبيرة طب اذا لو حدفت وخور ضريفة هيتحرك ايه مسافة صغيرة وبكده احنا نكون خلصنا اول فيديو هو اول كونسيب بتاع الموشن طب احنا بنسجل الساعة 3 الصبح فبالتوفيق يا بنات وبإذن الله يعني ان انتو تبدو ان انتو تحلوا الكلاس وورك والهومورك كويس جدا وهتلاقوا الموضة انصر طبعا بتاعهم نازل على البوست واعوزين اي سؤال يوقف معاكم ان انتو تبقى اطولي على طول وبإذن الله احنا لسه معنا وقت احنا يوم 25 اهو لسه معنا وقت حد يوم 12 بحاتنا